أني فاعل بكم أطرق القوم إلى الأرض ونطقوا بالحقيقة المجردة خيرا أخ كريم وابن أخ كريم أي سيدنا عبد الله يحلل بعض المتنطعين المتفيقهين المتسجيخين أن يقول أن والديه كافران هالكان كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة لأن والديه ناجيان بنص القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طاهران شريفان بنص القرآن وتقلبك في الساجدين ولكن آه للبصير حينما تعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم انظروا إلى العفو النبوي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم قال مقولة إخوة يوسف أخوة يوسف لما قالوا عليه السلام لقد آثارك الله علينا هل قال سأرميكم في الجوب كما فعلتم بي وسأشرتكم بعيدا عن بلدكم كما صنعتم بي ولكن الهمم الكبيرة تتعامل بالأخلاق الكبيرة على هذا الهج سار النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم يطوف رجل يدعى بأبي فضاله وفي طوافه عنت له خاطر سوداء أنه ينتهز الزحام واختلاط الناس ويرتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله وأعلم الوحي النبي بذلك فنادى النبي فضالته قال يا فضالة وهذا من الإعجاز النبوي ومن علم الغيب الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا فضالة ما حدستك ونفسك قال فضالة أسبح وأذكر الله وأقرأ القرآن انظروا أحبائي ماذا صنع النبي بهذا الرجل قال الراوي ضحك ووضع يده على صدر فضالة قال بل حدستك نفسك أن تقتلني قال فضالة فوالله ما رفع يده من على صدري إلا ووجدت برد الإيمان ووجدت الذي كان في قلبي قد انصرف فهو أحب الخلائق إلي وأبو سفيان الرسول جعل له قدرا ظاهريا مع أنه لن يطبق في أرض الواقع رجل يسعى إلى الفخر وإلى المآثر قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن جبر خاطر لكن هل الإنسان يترك البيت الحرام أو داره يذهب إلى دار أبي سفيان ولكن جعل له نصيبا من فخر وأبو سفيان لما دخل على هند منت عذبة قال لها أطرين يا هند ما فعل لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا أمر من الله تعالى قالت لعله يكون قال والله إني لقاتل هذا الرجل ثم أتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي كذلك قال تعالى يا أبو سفيان فجاء قال من الذي أصررته لهند قال لأن أعلمتك هند لأقطعن رقبتها قال والله ما أعلمتني هند ولكن أعلمني رب الذي يوحي إلي قال لأما الآن فوالله أشهد أنك حق النبي لأن هذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله ثم هند فدليل على أنك نبي الله فوالله ما وقر الإيمان في القلب إلا في هذه اللحظة عفو وتسامح وإخاء ولم شمل وعدم بعث السأرات والخصومات من هنا بنى العاصمة الأصلية للإسلام على أساس من المحبة والمودة وعلى مبدأ اذهبوا فأنتموا الطلقاء هذا رسول الإسلام في فتح مك يعفو عن من ظلمه ويعطي من منعه ويواسي من بغضة لأنه أراد أن يكون مجتمعا على الإخاء الحقيقي وعلى العفو والصفح